موسيقى هي اشبه بلعبة القط والفأر تلك الصراعات العلنية تارة والخفية تارة اخرى بين واشنطن وطهران فهي تخفت او تخبو فترة وتتكشف جلية في فترات اخرى ولعل بداياتها الاولى تجلت منذ العام 1979 العام الذي تربع الملالي على عرش ايران كثيرة هي المحطات والازمات التي تخللت هذا الصراع واكثر منها المواقف التي رسمها هذا الصراع لاكثر من اربعين عاما الا ان شرارتها الاولى التي لا جدال فيها تمثلت باقتحام السفارة الاميركية في طهران قبل نحو اربعين عاما وما رافقها من احداث وازمات اوصلت الصراع بين طهران وواشنطن الى مستويات عالية جدا في خطورتها وابعادها وطبائعها وبالتالي نتائجها والحجة الاساس لدى الطرفين هي الدفاع عن المصلحة العليا لكل منهما لكن الاغرب منذ العام 2003 ولغاية اليوم هو التحول في مسارات هذا الصراع من ناحية وتغير ادواته واستراتيجياته واحداثه ونتائجه والمسارح التي تجري عليها احداثه من ناحية ثانية وهذه التحولات بحسب الكثير من المتابعين تعد تعقيدا جديدا وخطيرا في نفس الوقت منح هذا الصراع الاميركي الايراني ملامح وتوجهات جديدة مثل ما منحه الفرصة لانضمام اطراف جدد ووسع من دوائره اقليميا ودوليا منعكس سلبا على الكثير من البلدان والجماعات من جهة وسمح بظهور جماعات وتيارات زادت من تأزم الاوضاع في تلك البلدان من جهة ثانية وثم تمير بان الفصل الثاني من مسرحية هذا الصراع والتي عرضت على مسرح العراق واسفرت عن قصف واشنطن لمعسكر للحشد الشعبي في الانبار اعقبها مباشرة احداث اقتحام سفارة واشنطن ببغداد لينتهي المشهد في هذا الفصل المسرحي وفقا لما رسمه السيناريست الامريكي الايراني بقصف امريكي لموكب في محيط مطار بغداد اسفر عن قتل قائد فيلق القدس الايراني اللواء قاسم سليماني ونائر قائد الحشد الشعبي العراقي ابو مهد المهندس واخرين انما هو دليل حي على ما اسلفنا من اطروحات الان ومع شدة توتر الصراع بين حليفتي بغداد واشنطن وطهران ومع تواتر التهديد والوعيد بينهما كيف ستكون احداث الفصل الثالث من هذه المسرحية ومن سيكون ابطاله الجدد وما الدور الذي رسمه للعراق ومتى وكيف سينتهي اشتركوا في القناة